طلاب الأحبة والكرام جيل 2006 أسعد الله أوقاتكم بكل خير والمحبة هل الخطوات الكبيرة دائماً طلاب الأحبة تخيف العقل وبتوتره عشانك ابدأ أي عمل بحياتك بخطوات صغيرة سهلة وبسيطة من هون أهمية وقيمة المكفف كونه الخطوة الأخيرة السهلة البسيطة للتسبق تحقيق إنجازك أخطوها كما يجب تعال معي نحكي لك عن مكثفنا كم حصة؟ كيف رح ندرس أنا وإياك مع بعضنا المكثف وشو قيمة؟ شو فائدة؟ شو أهمية مكثفنا؟ بسم الله نبدأ هلأ بداية إحنا قسمنا المكثف يا جماعة إلى قسمين إلى فكرتين الفكرة الأولى المهمة جداً أنا بسميها مكثف الشرح ابدأ معنى فيه من الصفر الفصل الأول كل الفصل الأول عبارة عن خمس حصص مدة الحصة تقريباً ساعتين ومثل هالفصل الثاني بس عندنا أربع حصص تمام؟ بإمكانك في يوم واحد تخلص مات الفصل الأول ومثل ها يوم أيضاً آخر تنهي فيه بكل إريحية تحضر حصص تعيه تفهم أوكي بتكتب كل كلمة ومجرد ما تقرأ هذا اللي كتبته رح تصل لقناعة كبيرة وثيقة كبيرة إنه العلامة الكاملة قريبة جداً منك إحنا في شرحنا يا جماعة نبني المادة براسك بناء علمي حقيقي بحيث صعب جداً تنساها ومجرد ما ترجع مرة ثانية تسمع الكلام رح تتذكر كل شيء بإذن الله هلا إحنا بهذا الشرح رح نقدم لك شرح كامل وشامل وسهل وممتع في نفس الوقت ما تنسى هذا الكلام تعال معي على الفكرة الثانية أيضاً مهمة حصص المراجعة يا جماعة في طلاب هاي الحصص عملتها للطالب اللي ما عنده طاقة أو وقت تعال أعطيك حل ممتاز جداً بشمل الفصل الأول كل الفصل الأول حصة واحدة تنهي في ساعة واحدة فقط وكذلك الفصل الثاني حصة واحدة برضو بساعة تشمل حص المراجعة يا جماعة مراجعة شاملة مركزة مكتبة لكامل المادة وسعرات دقيق وعميق لكل أسئلة المقترحة استثمر هذا الجهد الكبير اللي احنا منستثمر فيه ونستغل فيه كل تجربتنا وخبرتنا في تدريس التاريخ هلا الآن أنا حاب أحكي لك شغلة أختم كلامي فيه موضوع كثير مهم يا جماعة هلا إحنا أصدقائي طلاب الكرام امتحان تاريخ الأردن آخر امتحان هلا ممكن تفقد جزء من طاقتك أو جزء من إيش من المادة عشان هيك هون قيمة وأهمية وفاقة المكثف إنك بإمكانك في ليالي امتحان اتراجع كل المادة وتسمع كل الحصص وتصل بدون توتر بدون قلق دون خوف تصل لإيش ثقة العلامة الكاملة بإيديك ما تضيح هاي الفرصة اختمها يا صديقي بآخر امتحان بشعورين شعور الأول خلصت هاي الرحلة خلصت هاي التجربة بنجاح بتفوق والشعور الآخر إني حققت علامة كاملة في مادة تاريخ الأردن مع الدكتور محمد الكوفحي كل محبة كل التوفيق والسلام عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة